الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في الفيديو ده هنتكلم عن الفاير ألارم كونترول بانيل لوحات التحكم في أنظمة انظار الحريب ده موضوع مهم جدا اللوحات دي أخوانا بيبقالها 3 فوايد تمام أو 3 استخدامات رقم واحد التحكم في النظام يعني من خلال الفاير ألارم كونترول بانيل بتحكم في كل النظام تحكم في أن أنا أدي تغذية المكونات نفسها ديتكتورز وباقي المكونات ومرأبت عمل النظام كامل طيب اللوحات دي بتشتغل بإمبوت فولتج 22 فولت سواء كانت تردد 50 هرتز أو 60 هرتز خلي بالك بيكون فيه داخل اللوحة فيه بطاريات احتياطية زي ما احنا هنشوف كده اللي احنا بنسميها اللي هي موجودة تحت في اللوحة دي اللي هي الباك أب باتري دي فايدتها على أساس أنها تشغل اللوحة لمدة 24 ساعة في حالة انقطاع التاري الكهرابي وانت عارف أني أنظمة الفير ألارم تعتبر كريتيكال لود تمام الكريتيكال لود لازم يكون راكب معاها بطاريات بتشغلها في حالة انقطاع التاري الكهرابي أو بتركب على الامرجانسي وبالتالي لازم يكون ضامن توصيل التاري الكهرابي لها دايما طبعا البطاريات دي بيكون وصل معاها شاحن عشان يعمل عملية إعادة شاحن للبطاريات ولازم في اللوحة يكون عندي مفتاح عشان أقدر أعمل إنذار لكل المكان أقدر برضو من خلال اللوحة أعطل التحكم في الأبواب أو أقدر أتحكم في الأبواب في الـ Access Control System وأقدر من خلال اللوحة كمان أعمل تست أو اختبار للكواشف وأعمل إنذارات للحريق من خلال هذه اللوحة طبعا لوحات إنذار الحريق يفضل إنها تركب في رقم واحد طبعا غرف تاري الخفيف اللو كارنت اللو كارنت رومز لأن بيكون فيها تجميع معظم الأنظمة التاري الخفيف ويبقى في حد متوجد فيها أو عليها كاميرات مرأبة بتشوفها دايما ممكن تركب في الـ Reception ممكن تركب في غرف الأمن فأماكن تركيب لوحات الفاير ألارم مهم جدا زي ما احنا شايفين كده البطاريات الـ Backup Up battery ولوحة الـ Control ولوحة اللي فوق دي اللي هي لوحة الباور الخاصة بتغذية لوحة التحكم طبعا فيه أشكال وألوان مختلفة وموديلات كتير جدا من شركات تصنيع الفاير ألارم إن شاء الله نتعرف على بعض الكتالوجيات الخاصة بهذه الأنوع لو احنا صنفنا لوحات إنذار حريق الفاير ألارم كنترول بانيل فيه ثلاث تصنيفات رئيسية اللي هي الـ Conventional التقليدية وفيه المشاريع الحديثة والكبيرة بنستخدم الـ Addressable فيه عندي الـ Wireless Fire Alarm Control Panel يبقى أنا عندي Conventional نحفظ مع بعض الـ Conventional يعني مش نستخدمها كتير في المشاريع الصغيرة احنا هنركز على الـ Addressable Fire Alarm Control Panel وفيه عندي الـ Wireless Fire Alarm Control Panel النظام التقليدي أو الـ Conventional لسه موجود هو بيحدد لي الوحدات بيقدر يكتشف الإنذار فيه الزونز فيه مجموعة من المناطق يعني أنا عندي مبنى مثلاً ثلاث دوار فأنا بخلي مثلاً كل دوار زون طيب لو حصل ألارم أو لو حصل حريق في ديتكتورز تمام؟ أحدد إن فيه مشكلة هل هقدر أحدد رقم الديتكتور وفقاني غرفة والكلام ده مش هينفع لا هنا بيدي ألارم بالزون الزون كاملة فيها مشكلة ودي مشكلة الـ Conventional Fire Alarm لأن الـ Conventional Fire Alarm يستخدم فيه المشاريع الصغيرة لا تكونش يعني المشاريع المهمة جامد تمام؟ فبالتالي هو بيستخدم الزونز فيه عملية تحديد المكان اللي حصل فيه الحريق بس ما بقدرش أوصل للديتكتور اللي حصل أو عمل ألارم بالزبط طبعاً بيركب في حالة الفير ألارم الـ Conventional بيبقى فيه عدد الكواشف على الزون الوحدة بيوصل لـ 32 كاشف دي حتة مهمة جداً حسب طبعاً كاتولوجات كل شركة بس بيبقى تقريباً عدد الكواشف من 30 أو 32 حسب نوع الشركة لو مثلاً عندي في حالة الـ Conventional حصل هنا عند الديتكتور رقم 5 أو الكاشف رقم 5 حصل فيه حريق أنا مش هقدر أعرف إن 5 هو اللي حصل أو عمل الحريق هو هيديني في اللوحة النزون واحد كلها فيها حريق وأنا بقى إيه؟ أقعد أدور وبالتالي بتبقى استخدامات هذا النوع في الأماكن اللي مساحتها صغيرة هتشوف دلوقتي موضوع 300 متر حسب مساحة الدور تمام؟ وفي معلومة مهمة جداً هنا إن دواير الكواشف بتبقى ركبة الوحدة ونركب دواير الإنذارات اللي هي الساوندر والهورن والكلام ده على لوب لوحدة فأنت بتعمل سيركت خاصة بالساوندر زي ما احنا شايفين كده تحت على اليسار كل الساوندر ساوندر واحد ساوندر اثنين كلهم على لوب واحدة وديتكتور على لوب طبعاً إزاي بتم التوصيل باخد سلك فاير ألارم باخد سلك فاير اللي هو سلك انذار حريق وبطلع من الفاير ألارم كنترول بانيل من النقطتين مثلاً بتوعزون واحد واروح موصل بقى على كل الديتكتور ومعاهم المانوال كول بوينت ريديل سيركت تمام؟ بدي كل جهاز واللي جنبه واللي جنبه وهكذا لحد ما أقفل لما أقفل يا شباب لازم أقفل بحاجة بيسموها الـ E-O-L-R اللي هي الـ End of Line Resistance دي مقاومة بتركب عشان توضح لي نهاية الزون نهاية اللوبة بتاعت الزون فالـ E-O-L-R بتركب على النهاية هنعرف دلوقتي ان هي بتركب عشان بتعملي المسار كأنه في الأخير مقاومة كبيرة كأنه Open Circuit يعني انا لو حطيت ديكتور ممكن نعمل كأنه Short Circuit وبالتالي يدي انظار على طول لو انت بصيت هنا بيقول لي مثلاً في اللوحة فوق اهو كاتب لي زون واحد فاير وتحت كاتب لي زون واحد فولت يعني أنا أقدر أشوف زون واحد هل فيها فاير ولا فيها فولت ففي حريق في الزونة الأولى ولا في مشكلة في الزونة الأولى وما يقدرش يحدد لي أنه ديكتور بالزبط من خلال هذا النوع من الـ Control Panel في قواعد مهمة جداً المساحة بتاعت الزون في حالة الـ Conventional ما تزيدش عن 2000 متر مربع المساحة لو عندي مبنى فيه أكتر من دور بشوف مساحة الدور بالمتر مربع لو هي 300 تمام لو كانت المساحة أكتر من 300 يبقى أشوف بقى هل أنا قدر أعمل كل زون لوحده في الدور ولا هعمل ايه بالزبط طيب لو كانت أكتر من دور ومساحة الدور كانت أكتر من 300 لازم أعمل كل دور زون لوحده طيب لو كانت أقل من 300 متر في الوقت ده أنا ممكن طبع المساحة صغيرة فأنا أقدر أخذ دورين أو 3 مثلاً بحد أقصى في الزون الوحدة بشرط أن يكون ارتفاع المبنى لا يزيد عن 28 متر طيب لو كان ارتفاع المبنى أكبر من 28 متر لازم يبقى كل دور يرقف في زون لوحده وده تلخيص للكلام ده أنا بشوف ارتفاع المبنى لو ارتفاع المبنى زي ما احنا شايفين في اليسار كده أكبر من 28 متر يبقى لازم كل دور لان ارتفاع المبنى كبير فلازم كل دور تمام يبقى على زون خاصة بي لازم كل دور يبقى على زون خاصة بي طيب لو اقل من 28 متر هبدأ ده الارتفاع هبدأ شوف مساحة الدور لو هي اقل من 300 متر ممكن اخذ تمام دور او اتنين او تلاتة بالكتير بحد اقصى على الزون الوحدة طيب لو اكتر من 300 متر يبقى برضو لازم اخذ كل دور على حدة السوق في حالة الكونفينشنال في لوحات بيكون فيها 2 زون و 4 زون 6 زون و 8 زون ممكن يكون عندي اتنين او اربعة او 6 او 8 لو احنا بدأنا نشوف مثال على الكونفينشنال زي ما احنا شايفين المثال ده بيبقى عندي يا شباب التواصلات بتاعة التكتورز وعندي التواصلات بتاعة الساويندرز وبيبقى عندي اللوحات لو احنا بصينا هنا كده هنكبر شوية بنبدأ من الماستر بانل دي اللوحة الرئيسية طبعا لو في كزا دور اقدر بدل ما انا اجيب ماستر بانل تانية باجيب حاجة بنسميها سليف بانل سليف بانل ممكن اعمل سليف بانل نمبر وان لحد واحد وثلاثين او اتنين وثلاثين سليف بانل لوحات فرعية ومن السليف بانلز دي بطلع اعمل زي ما احنا شايفين مثلا الاجراس كلهم على لوب شايف بالواحد بالاثنين ساوندر او ساوند ستروب لايت وستروب لايت ولازم اقفل لازم اقفل الزون لازم اقفل الزون بالإند أوفلاين طبعا بنحط في حالة الساوندر بنحط دايود في حالة الديتكتور سواء كانت مقاومة عشان اقفل بيها الوبل الويرنج داوجرام دا مهم جدا بيوضح لك شكل الكونفينشنال بيه تم ازاي لو انت بصيت هنا تمام هتشوف من احد الشركات زي كوبر شكل الفاير الارم كنترول باني الكونفينشنال وهتشوف شكل الموديل هنا مثلا النمبر اوف زونز اهو مديني النمبر اوف زونز ممكن تبقى في الاف اكس 222 cbd دي اول واحدة النمبر اوف زون اربعة في ال 220 0 8 دي النمبر اوف لوبز او نمبر اوف زونز تمانية زونز حتى في الاف اكس الموديل بتاعها تشغل على 222 cbd و اربعة cbd و تمانية cbd ده بيوضح لي النمبر اوف زونز الديتكتور بير زون هنا تلاتين في الكل النمبر اوف الارم سيركت زي ما هو واضح اتنين او اربعة في حالة التمانية هنا برضو تكنيكال سبيسيفيكيشنز لموديلات تانية اللي هي 0 2 و 0 4 و 0 8 هنا الاولانية 0 2 دي اللي هي fx220 0 2 دي 2 زون كنترول بانل fx220 اربعة دي اربعة زون كنترول بانل fx0 8 اللي هي 8 زون كنترول بانل وباقي الاسبيكس زي ما احنا شوفنا وهنشوف كمان التحت في الفيزيكال بمهمة جدا يديني الديمينشنز بتاعة اللوحة ودي مهمة جدا بالنسبة لنا في التنفيذ الهيط والويتس والديبس عشان اعرف اركب اللوحة ازاي وزن اللوحة ازاي الاي بي بتاع اللوحة الانجرس بورتيكشن والكيبل انتري اللي هو الكابلات ودخول الكابلات هيدخل ازاي على اللوحة ده بيفيدنا جدا في التصميم يعني انت من خلال بتاعة اللوحة تقدر تستفيد منها جدا في تصميم النوع اللي انت بتشتغل عليه يبقى انت لازم تجيب الديتاشيت الخاصة باللوحة اللي انت تبدأ تصميم بناء عليها وتبدأ تشوف التفاصيل بتاعتها في الاتنين زون والاربعة زون بانيلز لو انت بصيت على الوايرنج دياجرام بتاخد اهي 232 فولت اي سي لاين ويه نيوترال في المين لو انت بصيت هنا كده هتلاحظ اني في اللوحة في الاخير واخد end of loop resistance او موديول اللي هو EOL M01 اللي بالله اخضر دي اللي العلمين وهو بيقفل بيها number of zone circuit لو احنا بصينا تحت هنا zone circuits طبعا هنا فيه 40 فولت دي سي ده اللي هو اللي بيغزي اللوحة بـ 24 فولت دي سي وكل sounder زي ما احنا شايفين اهيه ركبة على wiring diagram في sounder circuit يبقى انت عندك المين دخول الكهرباء وعندك fault والfire relay والsounder ركبة على الاجزاء بتاعت sounder circuit والتغذية كDC 24 فولت DC power supply وعندك loops كل loop طبعا طرفين بتبدأ تدي detectors وفي الاخر تقفل البي اي او اللي ام وهكذا وبتحط الاربعة loop طبعا بتدخل بكابل حريق وتوصل على بتاعتك طبعا في التمانية زون بيكون فيها نقطة اتصال بان انا ممكن اوصل repeater to repeater يعني انا في بعض التوسعات مثلا عملت لوحة مش شرط اجيب لوحة تانية عشان اكمل النظام لا ده انا ممكن اجيب لوحة repeater panel واقدر اكمل بيها النظام بتاعي وبتشتغل كأنها لوحة تحكم مع اختلافات في بعض نقاط التحكم نفسها هنا بيقولي ليه انا بعمل end of loop resistance بقفل بيها الزون بتاعتي لو بصنا في الدياجرام ده انا لو انا دخلت ال 24 volt dc على الحساسات من غير eolr ممكن الحساسات في الحالة العادية دي بتبقى يحصل فيها مرور تيار وتستحمل او تستهلك تيارات كبيرة تمام فهنا قيمة المقاومة بتكون عالية بتصل الى 86 كيلو اون وده بيخلي التيار في الحالة العادية بالمقاومة كبيرة يبقى التيار هيصغر وبالتالي الحساسات في العالة العادية كأنها نقطة مفتوحة كأنها open circuit اما لو ما حطناش eolr واستخدمنا detector او حساس ممكن ده بيكون شبه short circuit وبي يعمل alarm بيفهم اللوحة ان الزون دي ممكن تكون فيها alarm داير الصوت بنعملها ازاي بنركب فيها دايد بيبقى راكب على reverse bias يعني شايف كده الساوندر لانا لو دخلت 14V وحطيت signal على الساوندر او على البل تمام هيشتغل على طول انا عشان اعمل كده بحط دايد واصل reverse bias في الطبيعة هتبقى الدايرة الخاصة بالساوندر مفتوحة ولما يحصل حريق في حالة الانذار بدل ما هو reverse bias هيبقى forward bias ويبدأ الالارم يشتغل طبعا الاماكن في حالة اللوحات الكونفينشنال لو انا المكان مش مهم اوي ومكان صغير واقدر احدد فيه مكان حدوث الحريق بسهولة مش مكان كبير خلاص اقدر استخدم الكونفينشنال fire alarm control panel بس من عيوبها انه مش هقدر احدد مكان الحريق بالضبط لانه بيحدد لي بالزون تمام وهنا مش هقدر استخدم control module وmonitor module عشان الحكم في اي حاجة تانية لان الحاجات دي ما بتمفعش مع الكونفينشنال fire alarm control panel الفيديو ده تكلمنا عن انواع fire alarm control panel وبدأنا باول نوع اللي هو الكونفينشنال fire alarm control panel ان شاء الله في الفيديو القادم هنتكلم عن الادريسابول fire alarm control panel اشتركوا في القناة